انت بتروح زمن تاني قابل ناس تانية بتعيش مع ناس تانية تفهم ازاي قصتهم كان مختلفين عننا ازاي ازاي بس زموحي بقى مرزوق ومرزوقة لما راحوا كده للعصر الفراعنة ازاي بدأوا يتعاملوا بدأوا يشوفوا ناس غير الناس وحضارة وحاجة حلوة قوي قوي كده هو كانت مهمة العرض ازاي اعرض تاريخ الفراعنة للاطفال بشكل مشوق وبشكل بسيط بعيد عن قاعة الدرس في المدارس فطبعا عرض مينا وعرض نيفرتيتي وعرض اخناتون لكن عشان يعرضهم بشكل مشوق جدا وفي نفس الوقت من ناحية الاخراجية هو عمل المسرح كله سري دايمينشن يعني عمل الديكور كأنه مسرح كبار بحيث ان الحركة تبقى مالية المسرح كلها فطبعا مرزوق ومرزوقة ما كانوش بيعرفوا لغة فراعونية فتعرفوا على صياد مصري اسمه حابي وعلى فكرة حابي على ما اتذكر ان اسمه حابي يعني وحابي دي اللي هي رب النيل اللي هو ترجمتها بالعربية السعيد او حتى الاجانب بيستخدموها دلوقتي هابي اللي هي السعادة يعني فبيتعرفوا عليه وبيلبسهم وبيقولهم انتوا كده هتودونا في دهية وبتاع وانا في احتفال كبير بالملوك العظام وبيبدأ بقى الحكاية تسرد الملوك العظام وتعرفهم للاطفال بشكل بسيط وبشكل جميل وبشكل في مغمرة وبتاع وبعد كده بقى لما بيتقبض عليهم بالفعل خلاص بيقابلوا الفرعون فبيتعاطف معاهم جدا وبيقولهم انا مسدى انتوا جايين من زمن بعيد طيب انتوا ايه هل انتوا حافظتوا على الحضارة بتاعتنا بيقولولوا طبعا حافظنا على الحضارة بتاعتنا احنا اللي بنبني وطننا مش الغريب احنا اللي بندافع على الوطننا مش الغريب احنا اللي بنصنع كل شيء جوه وطننا مش الغريب احنا المصريين على نفس العهد وعلى نفس القيمة شيء جميل جدا وبعد كده بيقولهم طيب انتوا هتروحوا ازاي قالوا لهم احنا واخدين تعويزة من ابو الهول احنا هنقول امون رعا امون رعا ثلاث مرات اول ما بيقولوها ثلاث مرات برجعوا تاني للزمن وبرجعوا للسياح تاني خلي بالك المشهد بتاع الاهرام التلاتة وابو الهول على خشبة المصرح مدهش جميل يعني حسسني فعلا باني لا فيه مؤسسة وطنية مهتمة جدا بالطفل وبعقية الطفل وبانتماء الطفل كان حاجة ممتعة نشكر فيها محمد نور المخرج وصاحب الفكرة وبنشكر فيها المؤلف اللي هو يحي زكريا وبنشكر فيها كريم عرفة اللي هو الملحن رغم ان انا معرفش اغلب الاصوات اللي ظهرت في الاغاني وفي الاصوات اللي احنا شايفينها دي بس اه يقال ان دي اصوات جديدة وشابة وقد تكون دي تجاربها الاولى بالنسبة اللي كانوا بيغنوا المطربين اللي كانوا بيغنوا اللي كانوا بيغنوا هو ملاحظتي اني لابد من توصيق هذا العمل بكل مجهودات الناس اللي عملت فيه يعني اللعبين انا معرفش مين اسماء اللعبين اللي غنوا معرفش مين اللي غنى الوحيد اللي عرف اسمه بس اللي هو الفناني القدير يوسف اسماعيل أحد الأصوات الجميلة اللي شدتني وهو أحد الممثلين في المسرح القومي واللي قدم شخصية الضوء في المتفائل لو تلاحظ يعني وكذلك لما شفنا العرض على المصور أنا أعتقد أن التصويره لا يليق بقيمة العرض نفسه التصوير كما لو كان واحد مصوره بالموبايل فكرة العرائس بتشوفها هي النموذج اللي كان أمثل أن احنا نقدم العرض بالشكل ده واللي كان ممكن نستعين بأطفال ممكن تؤدي المهمة لا 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 ده النموذج الأمثل والنموذج الذي يجب أن يعمم كمان يعني الذي يجب أن يعمم على مستوى الجمهورية يعني أنا بتصور أن العرض ده لابد من أنه يلف العالم كمان تصوره ليس جنباً إن واحد